السلام عليكم لايك للفيديو عايزة لايكات كتيرة ولو انت او مرة بتشوفوا القناة عندي من خلال الفيديو ده اكيد سايدني وجودكم معي وتكونوا اخت من اخواتنا وتشترك في القناة فعلي زر الجرس علشاني يوصل لك كل جديد وطبعا بفرح بكومنتاتكم اول حاجة كده زي ما انتم شايفين طبعا بعد صلاة العيد زي ما انتم شايفين الولاد وكمان دي اخت زوجها ودي زوجته فزي ما انتم شايفين بيقفوا كده زي نظام طبور وبيديهم العيدية يعني بصوا بيدور على كل حاجة عشان يديها لزوجته ده اكيد يعني فاااا بتكون اجواء حلوة عايزة كمان انتم قولولي اجواءكو ازاي بتكون في العيد وبتكون عامل ازاي في اجواء العيد طبعا انتم شوفتوا بقى في الاول لما لبسوا الفساتين كده مع بعض هو باباهم بيحب ان هو ااا يعني يميزهم كده بحاجات حلوة زي ما انتم شايفين مش معنى ان هو جاب للبنوتين بس بوكيه من الورد جاب ليه زوجته كمان كنوع من الحب يعني او اا يعني الاهتمام بصوا الاهتمام ده بيكون في كل حاجة حلوة جدا اا هنا بقى كمان الاسيدة اللي معانا طبعا بتيجي كده اا في اخر يوم رمضان وزي ما انتم شايفين بتعزم صحابها اا ويه كمان بتلمهم كده على صفرة حلوة ودي حاجة بتكون كويسة لما يكون ليك اي حد ويبقى فيه كده اهتمام ده بيكون حاجة حلوة خصوصا بقى لمة العيلة لمة الاصدقاء لمة الصحاب يعني اللمة دي معروفة ان هي بتكون حلوة فربنا يا رب ما يعني ما يقطع علينا ابدا ولا عليكو اللمة الحلوة اللي بجد بتخلينا بنكون كويسين كده وبتخلينا نفسيتنا حلوة على كل حاجة بجد يعني هنيجي هنا بقى اول حاجة والسيدة معانا هنا لما بتكون بتعمل شعر بنتتها او مثلا بتلفه لها لفة كده حلوة طبعا لما بيكون فيهم بقى عندهم اعياد عندهم مناسبات بزي ما انتو شايفين بتخسلها شعرها كويس جدا وبعد كده بتلفه لها بالفوتة لانها هي كانت تعملالها حمام زيت زي ما انتو شايفين هنيجي هنا بقى طبعا الكلام ده قبل العيد وزوجها يعني بيساعدها وبسطو المساعدة دي حاجة كويسة والاهتمام يا جماعة ما بيطلبش ان يعني لما يكون حد مهتم بيك ويساعدك ويعمل معاك ده يعني حاجة مش بتطلب فده بيكون حاجة يعني اكيد اكيد لو مثلا زوجك في عنده وقت فراغ او في عنده وقت انه هو يساعدك او يعمل معاك اي حاجة في البيت ايا يكون ايه هي فطبعا ده حاجة مش بتطلب فربنا طبعا يخليهم لبعض يا رب اللهم امين ويخليلكوا ازواجكم وزوجاتكم يا رب اللهم امين يعني اي حد كده يا رب يعني اي حد متجاوز او مش متجاوز ربنا يخليكم لبعض يا رب وما يحرمكوش من بعض يبصوا كل حاجة في الدنيا تهون والله الا انك تكوني تكوني زعلانة او تكوني في قلبك اي حاجة لاي حد جد فزي ما اقول لكم الاهتمام مش بتطلب هنيجي هنا بقى كانت كمان جايبة كونسول جديد وبصراحة كونسول دوت حلوة جدا عجبني اجواءه او عجبني شكله وطبعا جايبة معا البرواس بتاعه او التبلوء اللي هيتحط على الحيطة ده برضو كنوع من التغيير او كنوع من التجديد وهتشوفوا بقى دلوقتي كمان جابت معا سجاد هتشوفوا دلوقتي او مشيات هتشوفوا دلوقتي السجاد اللي هي جابته او المشيات اللي هي جابتها هتشوفوا شكلها يكون عامل ازاي? آآ وكمان يعني زي ما تشايفين بمساعدة زوجها لها طبعا بعد ما حطت كل حاجة بعد ما علقت التبلوء آآ حطت بقى ديكورات بسيطة كده هي مكانتش حابة يعني تأفور فيها حطت حاجات بسيطة آآ من الجيكورات باللون الجلد علشان هي بتغير او بتجدد آآ كنوع من التجديد في قلب الشقة زي ما انا قلتلكو او تغيير في قلب الشقة زي ما انا ما قلتلكو طبعا هي هنا كانت بتشير المشيات دي او السجاجات دي وكانت جايبة واحدة جديدة وهتشوفوها دلوقتي بس طبعا قبل ما تحط اي حاجة لازم طبعا تعقم او يعني تدي مسحة حلوة كده علشان خاطر يعني آآ آآ البركيه بتاعه هيكون لامع كده ويكون شكله حلو هي كانت عايزة تغير اللون الاسود آآ ويجيب اللون الافوايد فبيكون حلو مش عارفة ليه بيعجيبني اوي السجاجات التركي او المشيات التركي بجد بتبقى حلوة جدا جدا وبتعجيبني يعني شفتها عند اكتر من سيدة حلوة جدا هي كانت جايبة كده وكمان كانت جايبة ليه الطايلت علشان ايه يعني كله يكون آآ لون واحد او كله يكون آآ من نفس اللون الترقة او الطايلت فبيكون حلو جدا هنيجي هنا بقى كمان ليه غرفة البنات وهي كانت هنا بتنظملهم الميليات بتاعتهم في البوكسات دي وبعد كده هترجع ان هي آآ تعانها آآ علشان خاطر الغرفة تكون منظمة او الغرفة تكون مهندمة كده آآ بشكل حلو عايز اقول لكم ان البوكسات دي موجودة كتير كتير نزل منها دلوقتي البوكسات والشنط وحاجات كتيرة جدا آآ تخليك تكوني منظمة او يكون فيه عندك تنظيم هنا كانت آآ في الترقة بتاعت غرفة النوم كانت آآ جابت لها برضو النفق المشيات دي وبما ان ان غرفة النوم قريبة من الترقة فجابت ليه غرفة النوم عندها نفس اللون علشان يكون كلهم يكون شكل حلو او كلهم يكون شكلهم موحد ما يكونش الونات الونات وانا بصراحة بفضل كده كمان كانت جايبة المنظمات دي واكيد احنا كلنا عارفين المنظمات دي طبعا ما بتحط فيها الترح بتحط فيها هدوم بتحط فيها اي حاجة المهم ان هي بيبقى شكلها حلو جدا فيه الاضراك وبتنظم الدنيا كده وفعلا فعلا بتحس بتنظيم عايزة كمان اقول لكم حاجة لو انتم وصلتوا لحدات هنا من الفيديو ولسه ما حطتيش لايك او نافية بالله عليك يحط اللايك كده عايزاك ودعموكم لي علشان خاطر نستمر كده في الفيديوهات الحلوة اللي انتم بتحبوه هنا بقى كمان كانت بتفرش السجادة هنا في الانتري او في الصالون عندها وزي ما اقول لكم ان هي كانت جايبة يعتبر السجاجية شبيهة لبعض او الواناتها زي بعض وانا بفضل كده بصراحة شايفين بقى قد ايه المكنسة اللي بالبخور دي حلوة قد ايه يعني في منها اللي هي بتنظف ومنها كمان اللي هي بتعقم وبتخلي لك الحاجة معاك زي الفل بس اكيد اكيد ان هي بيكون ليها يعني اكيد ليها سعر او بتبقى اه سعرها بيكون عالي شوية هنيجي هنا بقى كانت جايبة مكتبة جديدة زي ما انتم شايفين ويه بمساعدة زوجها ليها زي ما انتم شايفين بيركبها لها كده وبعد كده هتشوفوها بقى هتحطها وتحط عليها دكورات طبعا انتم عارفين كلكم ان الالوانات اللي هي البلون الخشب دي نزلت رند دلوقتي وبقى موضة الالوانات اللي هي الخشبي خصوصا لونها اه خشبي في اه لون اه الابيض وطبعا جابت التربيزة كمان بتاعة الانتاري هنا هنيجي هنا بقى برضو بمساعدة زوجها ليها هنتشوف هو بيخش معايها لمطبخ وبيعمل ايه بقى هتشوفوا بقى تحضيراتهم دلوقتي اه للاكلات بتاعتهم فزي ما قلتلكو ان يعني كل حاجة بتكون حلوة بالمساعدة مش عيب ابدا ان زوجك ان هو يساعدك او يكون واقف جنبك او يسندك في اي حاجة في قلب البيت مش عيب ابدا هنا بقى كانت بتعمل كمان فطائر كده وكمان هما بيحبوا جدا الفطائر اللي بتبقى بالسبانخ بتكون حلوة عايز اقولوا كون السبانخ دي بتكون حاجة مغزية جدا جدا وفي نفس الوقت كمان اه يعني في اطفال او في اولاد مش بيحبوها فلو اولادكم مش بيحبوها حاولوا ان كنتوا ادخلها لهم في اي حاجة من الاكل اه علشان خاطر كده ايه اللي هو يعني اه بيكون فيها نسبة غزة حلوة جدا هنا كان جاي بهادي اه مراته وكمان اه قريبه اولاده بيبوكهات الورد كده مش بس مراته لأ وكمان اللي كانوا عندها في قلب البيت علشان زي ما قلتلكو ان دي بتكون حاجة حلوة ومش معنى ان هو يعمل كده هي كمان تسكت لأ هي طبعا بتردله كل الحاجات دي وزي ما هو بيعمل معاها هي بتعمل معاها بالزبط زي ما قلتلكو ان الحب يعني مش بيتطلب يا جماعة ده مجرد احساسه بس هنا بقى كمان بنوتتها الصغيرة كانت ملبسها فستان كده وطبعا هي الطقم كمان اللي عليها ما شاء الله شياكة جدا عجبني بصراحة اخر حاجة نختم بيها الفيديو حاجة حلوة ان احنا نعلم ابنائنا او اولادنا تحفيز الكرآن دي حاجة كويسة من صغرهم وكمان يلبسوا الحجاب دي حاجة كويسة خلص فيديو النهاردة يا رب يكون الفيديو عجبكو ويه مع السلام